بسم الله الرحمن الرحيم مع التطبيق الخامس وهو إيجاد الخطوط التقاربية لمنحنة دلة وفي الآخر إزاي أرسم منحنة هذي دلة نمتدي بالنقطة الأولى اللي هي إيجاد الخطوط التقاربية ففيه ثلاث أنواع من الخطوط التقاربية في حاجة اسمها الخط التقارب الأفقي والخط التقارب الرأسي والخط التقارب المائل هنتعرف على الخط التقارب الأفقي يعني هي أفقي يعني بيقطع محور Y في نقطة وبالتالي بقول أن معدلته Y تساوي L والL ده عدد منجب سالب كسر زي ما يكون بسميه خط تقارب أفقي هورزينتيا لأيزون بيت 3 إذا حقق أنه لما يجيب النهاية بتاعة هذه الدلة لما الـ X تقول إلى زائد مالة نهاية أو إلى ناقص مالة نهاية فيديني مين يديني L يبقى عشان أجيب الخطة تقاربية الأفقية اللي هي موازية لمحور X أجيب نهاية الدلة لما الـ X تقول إلى مالة نهاية أو لما الـ X تقول إلى سالب مالة نهاية التعريف الثاني أن أنا بقول الخط التقارب الرأسي أن الـ X هو طراما رأسي بها يقطع محور X في عدد عدد ده يكون موجب سالب لكن هو هيكون خط التقارب الرأسي لو حقق الشرط اللي هو القيم اللي بتخلي الدلة غير معرفة يعني لو الدلة بتاعتي دلة كسرية بقول إيه الخط الخطوط التقاربية الرأسية هي أصفار المقام ناخد مثال على كده أوجد الخطوط التقاربية للدوال التالية أول مثال Y بتساوي X على X تربيع زائد واحد مبدئيا كده عشان أجيب الخطوط التقاربية الرأسية الخطوط التقاربية الرأسية لا يوجد ليه لا يوجد؟ لأنه لا يوجد أصفار للمقام وطالما يجب الأصفار للمقام يبقى لا يوجد خطوط تقاربية رأسية طيب دي النقطة الأولى طيب النقطة الثانية عنشان أجيب الخطوط التقاربية الأفقية أجيب limit X على X تربيع زائد واحد لما X تقول لمالة نهاية لو راحت لمالة نهاية يبقى مالة نهاية على مالة نهاية كمية غير معينة فأعمل إيه بقى؟ عندي حاجات كتيرة قوي زي ما قلت لكم قبل كده أقسم على أكبر قس في البسط وأكبر قس في المقام أو أقول أن لما تكون درجة البسط أقل من درجة المقام ثانية موجودة وبتساوي كام؟ بتساوي صفر طالما بتساوي صفر يبقى الخط Y تساوي صفر ده خط تقاربية رأسية آآ أفقي يعني موازن المحور مين؟ موازن المحور X مثال بعد كده Y تساوي 1 على X ده إمتى يساوي؟ إمتى المقام يساوي صفر؟ يبقى عمد X تساوي صفر يبقى هو X تساوي صفر خط تقاربي رأسي طيب عايز يجيب الخط تقاربية الأفقية أخد limit 1 على X لما X تقول إلى مالة نهاية يبقى كام ده إساوي 1 على مالة نهاية يبقى كام ده إساوي 1 على مالة نهاية تساوي كام؟ تساوي صفر يبقى Y تساوي صفر خط تقاربي أفقي عايز بس أقول ملحوظة هنا شباب خط تقاربي رأسي يعني إيه؟ يعني لما أجرسم هنا كده ده الخط التقاربي بتاعي الدلة بتاعتي لو جاي من ناحية الشمال يبقى إما تقرب له إلى مالة نهاية كده كل ما قرب له يبقى أروح لمين للسالب مالة نهاية لو الدلة بتاعتي مرسومة بعد هذا الخط اللي هو X بتوصيف يبقى يبقى إما جاي من مالة نهاية ونازل كده يبقى إما طالع من السالب مالة نهاية وإيه نازل وغالبا لما باجي أشتغل بقى بقى أعمل إيه؟ بقاء أعمل أربع حاجات بالشكل ده كده هختار منهم هنا يا إما إختار اللي فوق يلي تحت نفس الشرز على يمين الخط يلي فوق يلي تحت علشان أكمل الرسم لو خط تقاربي أفق بالشكل ده يا شباب نفس الشرز لو هو جاي من اليسار وأما يكون جاي بقيم مجابة وأما يكون جاي بقيم سالبة يبقى إما اللي فوق يلي تحت طب بعد طب running والiking في الآخر لما تروح لمالة نهاية نفس الشرز اما جاي من فوق وراح للمال النهاية اما طالع من تحت وراح للمال النهاية واحد من الاثنين فقط.